الحقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق المتقل نقل رؤية المجتمع المدني السوري فيما يخص عملية السلام السورية وعقد اجتماعات دورية مع المبعث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا كان هذا أبرز ما تحدث به أعضاء من لجنة متابعة غرفة المجتمع المدني في جينيف وذلك خلال الجزة الحوارية التي عقدت في مدينة غازعنتب التركية بحضور عدد من الممثلين عن منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والإنسانيين والسياسيين ندوة تمحورت حول دور غرفة المجتمع المدني في مسار العملية السياسية ومباحثات جينيف غرفة المجتمع المدني تأسست بداية عام 2016 بمبادرة من المبعث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ويقول القائمون عليها إن من مهامها نقل ما يجري في مفاوضات جينيف إلى المجتمع السوري مهمة هذه اللجنة كانت نقل المحاور اللي عم تنطرح بجينيف وبالمشاورات الإقليمية للمجتمع السوري أخذ رأي المجتمع السوري بهذه النقاط اللي عم تنطرح وإعداد تقارير هذه التقارير استشارية ورفع على مكتب المبعث الخاص حول هذه المحاور أعضاء من لجنة متابعة غرفة المجتمع المدني أكدوا أنهم يمثلون كافة أطياف المجتمع السوري بمختلف مواقفهم من القضية السورية ويأملون أن ينتقل دورهم من الاستشاري إلى الرقابي بشكل فعلي كمشاركين بغرفة مجتمع مدني نحن دورنا استشاري الحقيقة إلى حد هذه اللحظة ولكن تم رفع توصيات لمكتب المبعوث أن يتمنق دورنا من استشاري إلى الرقابي فبهذه الحالة ممكن نحن نقدر نوصل لبعض التطعالعات اللي عم ينظر إلها الشعب السوري وخلال عرض تقرير عمل غرفة دعم المجتمع المدني لاقت بعض بنوده انتقادات من بعض الحاضرين في الندوة وتحديدا فيما يتعلق ببند الحوار الوطني والحفاظ على كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسساتين الأمنية والعسكرية أنا أجد أن هناك فصلا حقيقيا بينهم وبين شارع السوري وهم عبارة عن أدوات يستخدمها ديمستورا للعب في المفردات السورية وللعب في الواقع السوري وبالتالي كل ما جاء في هذا التقرير هو يمثل ما يريده النظام وقتل من أول نصف هذه الغرفة من النظام يعني هناك 21 شخص مختارين من قبل المخابرات السورية وفق المعايير الأمنية للنظام المافيوي الأسدي